احباء الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة في موسم جديد وبرنامج شارع الصحافة النهاردة معاكم انصار عبدالسلام بقدم لكم موسم جديد من برنامجنا وبرنامجكم شارع الصحافة وقول اخبارنا هتبقى معانا عن كورونا في العيد وتصرحات وتشديدات بيشدد عليها رئيس الوزراء في العيد وبيقول ان التعامل في صلاة العيد هتبقى زي التعامل في صلاة الجمعة وممنوع منعا باتا استحاب اطفال ممنوع منعا باتا استحاب اطفال غلق جميع الاماكن اللي بيكون فيها تجمعات زي الكافيهات والمطاعم والمحلات والمولات كمان والاهاوي وطبعا السماح لخدمة توصيل المنازل فقط حظر اي اجتماعات او احتفالات في المنشآت العامة وغيره وقال طبعا ان الاجازة هتبدأ اجازة العيد هتبدأ من 12 ل 16 مايو صرح كمان رئيس الوزراء وقال ان مصر هتحصل على 5 مليون جرعة لقاح اثناء مايو الجالي طبعا الحظر ده مكمل معانا من يوم الخميس اللي فات 6 مايو ل 21 مايو هنروح لخبر كمان معانا في نزيل التوجهات جديدة بتخص منطقة الفستاط واعادة شكلها الحضاري لها منطقة الفستاط يا جماعة منطقة جميلة جدا جدا طبعا في مصر القديمة وكان في وقت من الاوقات مدينة الفستاط كانت عاصمة لمصر القديمة وتحت التوجهات الجديدة وتحت البنية التحتية اللي بقينا نشوفها في اماكن كتير في مصر مش بس الاماكن الكبرى او المحافظات الكبرى زي الكاهرة او الجيزة او اسكندرية لا بقى التوسيعات واعادة الترميم بقى في كل مكان ومنهم طبعا كورنيش بنسويف يعني انا بصراحة لمست هذا التغيير ولمست هذا التطوير في كورنيش بنسويف وبقى حاجة جميلة جدا جدا وبقى منفس لأهل بنسويف وبقى منتزه جميلة جدا جدا وباخد اطلالة كاملة للنيل يعني كورنيش بنسويف بصراحة وكمان غير كورنيش بنسويف الطرق اللي بتخص هذا المحور كله وبصراحة الدكتور محمد هانو غنين بيقوم بعمله على اكمل وجه واحنا بنلاحظ ان بنسويف برضو من ضمن الاماكن اللي بقى عليها النظر في التطويرات واعادة الشكل الحضاري للمدن معايا خبر كمان بيخص اخبار الرياضة بيقول تأجيل تصفيات كاس العالم لقرد افريقيا 2022 لاكتوبر وسبتمبر المقبل وانا حب اقول لكم ان الفترة الجاية ومن حلقاتنا الجاية ان شاء الله هنتكلم عن دوري المظاليم وهيكون في تسليط ضوء اكتر عليه وهنتكلم على مشاكله وان شاء الله نحاول نلاقي ليه هحلول معنا هنا في برنامجكم وبرنامجنا شارع الصحافة هنخرج عن الاخبار اللي بتخص الشارع شوية وهنروح للأسف لحدثة مقلمة جدا جدا حدثة بشعة جدا جدا اب بيقتل زوجته واولاده الستة ايه في الدنيا اللي يخلي اب بيقتل زوجته واولاده الستة يعني شيء مفزع شيء مقلم جدا جدا الاب ده كان بيعيش في قرية وانتقل من بعد القرية دي كان متجوز فيها سيدة انجب منها خمس اطفال اكبرهم 14 سنة واصغرهم معتسم رضيع يعني لسه بيرضع الاب ده كان بيعيش طبعا في القرية دي وبعدين انتقل لقرية اسمها غرق بحري القرية دي تبع مركز اطسا في محافظة الفيوم الاب ده اثناء تأديت مراته للصحور كانت بتجهز الصحور وفي الوقت ده كانت يعتبر الناس بتتقرب لربنا وبتقرأ قرآن وبتصلي وبتدعي وبيحاولوا يعملوا حصيلة كبيرة من الحسنات ويدخل الاب ده بكل بكل بشاعة بكل كساوة قلب ينهال عليهم بسكينة ويقضي على حياتهم كلهم طيب بيقولوا ان الاب ده من اثناء التحقيقات معاه انه هو كان مريض نفسيا انا من وجهة نظري انه ما فيش مرض نفسي يخلي الانسان ابدا يقتل انسان او يظهق روح انسان ولكن من حيث التحقيقات اللي تمت معاه انه هو كان فيه مشاكل بينه وبين زوجته والمشاكل دي احب اقولكم انه هي اعتبر مشاكل بتحصل في اي بيت يعني مشاكل بتحصل في اي بيت مصري زوجته بتشتكي منه هي مش قادرة تخدم الخمس اولاد وكمان ابنها كان الابن السادس يعني بتخدم ست افراد وهو يبقى بتخدم سبع افراد فبتشتكيله مجرد شكاوى عادي يمكن بتشتكيلك عايزة مثلا تسمع منك كلمة شكرا عايزة مثلا تسمع منك كلمة حلوة ايه اللي يخليك بكل اساوة انه ده يبقى سبب ان انت تقتلهم طيب ومن حيث برضو التحقيقات واثناء التحقيقات اتضح انه هو كان عليه بعض الديون ووصولات امانة وشكات وكان عنده ضغط نفسي طيب انت حضرتك بتقول انه ضغط نفسي او عامل نفسي او كان عنده اضطرابات نفسية لا انت اللي عملت في نفسك كده يا جماعة احنا بنوصل نفسنا لمراحل صعبة جدا الاب ده وصل نفسه لمرحلة صعبة جدا يعني ربنا ادنعق ايه اللي يخليك تتجوز وتخلف خمس افراد وخمس اطفال خمس اطفال وبعد كده بتطلق زوجتك وتتجوز من سيدة اخرى طيب ليه ما تجوزتش ارمالة كانت تعول هذه الاطفال ليه ما تجوزتش مثلا سيدة ما بتخلفش كانت تقدر ان هي تقوم معاك وتساعدك يعني ربنا ادك عقل تتجوز وتخلف تاني يبقى عندك ستة اولاد طيب ليه ما شفتش دخلك المادي كان ايه ليه ما قستش ده وده ليه ما عملتش تحكيم لعقلك شوية وما فيش ما فيش اي سبب يخليك ابدا انه انت تفكر في القتل او تفكر في انه ده ممكن يكون حل طيب عمل ايه الاب ده عشان يتخلص من احساسه بالزم طبعا هو حصل له زهول الاب ده حاول يشنق نفسه في الفرن كان عنده فرن يعيش كان بتاعه او شغال فيه حاول يشنق نفسه ولكن فشل راح عمل حريق في الفرن عشان يتخلص من نفسه ينتحق طيب يعني دلوقتي قتل ولاده وقتل زوجته احساسه بالزم ان هو يتخلص من تقنيب الضمير كان عاوز يقتل نفسه ادي التفكير السلبي وقادي لما الشيطان بيسيطر على عقلنا شوف بيودينا الفين يا جماعة حاكموا عقلكو شوية يا جماعة امشوا على قدكم يا جماعة انتو تقدروا تحلوا مشاكلكو بطريقة او باخرى بس فكروا كان يقدر يلجأ لكبير القرية كان يقدر يلجأ لناس كبيرة تحل المشكلة تخفضوا الديون او تجزأهالو كان يقدر فيهم سمية حل وحل ابسطهم او اقل حل فيهم انك انت كنت تسيبت ولادك كنت تسيبتهم ليهم رب كان احسن ما تزهق روحهم وتنهي على حياتهم وتنهي على نفسك وفي الاخر يبقى ليك وصمة عار لأهلك ولنفسك طول الحياة دي للأسف كانت حادثة مؤلمة جدا جدا من ابشع الحوادث اللي حصلت اليومين اللي فاتش دول طيب نروح بقى شوية لأخبار الفن وهنتكلم على فنان جميل فنان رائع فنان اطلق عليه شرير الشاشة المصرية الفنان ده طبعا عرفته محمد ابو سويلم الفنان القدير محمود المليج فنان له طابح خاص فنان مميز جدا جدا فنان كان له بعض المشاهد وهو بيمثل وكان بيؤدي بعض المشاهد بجسمه وكان يقدر يوصل ده للجمهور الفنان ده اتولد في حي شعبي هو حي المغربيلين في مصر القديمة حي المغربيلين حي معروف جدا جدا في مصر القديمة ولد سنة 1910 22 ديسمبر 1910 طبعا دخل المدرسة وهو كان من أسرة بسيطة كان من أسرة بسيطة جدا وهو كان بيحب التمثيل قوي الفنان محمود المليجي كان بيحب التمثيل قوي ترك المدرسة وراح لفرقة فاطمة رشدي بعد كده اقترحت عليه الفنانة القديرة فاطمة رشدي انه هو يكمل عمله وفي نفس الوقت يتعلم ويتكمل دراسته بالفعل تم اتمام دراسته كمل دراسته وهو كان في فرقة فاطمة رشدي بعد كده بيحصل بعض الخلاف بين عزيز عيد والفنانة القديرة فاطمة رشدي بسبب العلاقة القوية اللي كانت بتربط الفنان الكبير محمود المليجي بالفنانة فاطمة رشدي زوجة الفنان عزيز عيد يروح الفنان عزيز عيد يشتكي للفنان القدير يوسف واهبي من هذه العلاقة ويقول له انا مش عاوزهم تاني يتعاملوا مع بعض يفكر نجمينا الكبير الفنان يوسف واهبي يحل الموضوع ازاي يقوم يبعت مرسال للفنان محمود المليجي ويكلمه يقوله ايه طبيعة العلاقة اللي بينك وبين الفنانة فاطمة رشدي يرد عليه الفنان محمود المليجي بكل صراحة وحب يقوله الفنانة فاطمة رشدي ست محترمة جدا جدا واتربطني بيها علاقة كوية وصداقة كوية وكلها ود واحترام بيقوله طيب زوجها زعلان من هذه العلاقة انت هتيجي تكمل معايا في فرقتي وبالفعل ترك فرقة الفنانة فاطمة رشدي وانضم الفرقة الفنان العظيم يوسف واهبي وبيكمل معايا اعمال واعمال طيب وهو اثناء ما بيصور عمل فني في فرقة الفنان يوسف واهبي بيتعرف على الفنانة القاديرة علوية جميل الفنانة علوية جميل فنانة برضو من طبح خاص كانت شديدة جدا وكانت انسانة حكيمة قوي وكانت انسانة صارمة في كلامها وفي تحرقتها وفي علاقتها حتى انتوا تلاحظوا ده في تمثيلها كانت طبيعة شخصيتها كانت بتطفو عليها اثناء ما كانت بتقدي اعمالها الفنية الفنان محمود المليجي بيجي له خبر وفاة والدته اثناء عمل فني على خشبة المسرح في وجود الفنانة علوية جميل تروح له الفنانة علوية جميل وتدي له 20 جنيه طبعا الخبر اللي جاله كان وفاة والدته وهو كان بيحب والدته جدا جدا تروح له طبعا عايزة تقف معاه وتقف جنبه تروح له وتدي له 20 جنيه طبعا 20 جنيه دي كانت مبلغ يوميها بال20 جنيه دي كانت المسيضة اللي اصطادت بيها الفنانة علوية جميل فنانة الرائع محمود المليجي وبالفعل اتجوزوا بس انتو تعرفوا ان الفنانة علوية جميل كانت اكبر منه ب13 سنة كانت تكبر عنه ب13 سنة وبالفعل تم الزواج والزواج ده دام لـ 45 سنة العشرين جنيه كان السبب ان هي تكمل معا حياتها 45 سنة بس هل اقتصر هذا الزواج على الفنانة علوية جميل لا اتجوز كمان من فنانة جميلة قوي هي طبعا فنانة دورية احمد وبتعرف بعد كده الفنانة علوية جميل بهذا الزواج والاسب بتطلقهم من بعض ولكن بتعدي ايام وبتعرف على فنانة جميلة قوي قوي وبرضه كان بنحصر دايما دورها في اعمال الشر وهي الفنانة لولا صدقي وبرضه بتعرف الفنانة علوية جميل بهذا الزواج وبرضه بتطلقهم تاني مرة تطلق محمود الميليجي من زواجه التاني طيب محمود الميليجي يقدم اعمال كتير واشتغل في اعمال كتير وهل اقتصر اعماله على الفن؟ لا في سنة 1947 اشتغل في الانتاج ولكن ماكملش في الانتاج كتير فلما سألوه قالوله انت ليه اشتغلت في الانتاج قالوله رد عليهم بيقولهم انا كنت دايما بلاحظ انه في مشاكل بتحصل بين شركات الانتاج والفنانين فانا حبيت اعمل حاجة جديدة اقرب او احاول اقرب وجهات النظر من المنتجين والممثلين والاسف هو مقدرش يكمل في الانتاج لانه هو كان بيحب التمثيل جدا جدا وهو كان موهوب فيه كمان وكان بيقول انه ابو بلين كذاب الفنان محمود الميليجي كان بيقول انا مقدرتش اشتغل انتاج وتمثيل لانه ابو بلين كذاب فكمل في التمثيل طبعا قدم لنا اعمال كتير جدا جدا واعمال حلوة جدا جدا واعمال لها طبع خاص ولكن فيلم كان محور لشخصية محمود الميليجي على السينما وعلى الشاشة وهو طبعاً فيلم الأرض ومحمد أبو سويلم شفتوا إزاي موهبت الفنان محمود الميليجي قدمها في أعمال الشر شفتوا إزاي قدر يقنعنا أنه هو حقيقي إنسان شرير ولكن هو ما كانش إنسان شرير ولا حاجة الفنان محمود الميليجي كان طيب القلب جداً جداً بيحب صحابه جداً جداً ويحب زميله جداً جداً وبس كان بيقول أنا كنت بزعل من بعض الفنانين صحابي وذكر اسمهم زي مثلاً الفنان النجم فريد شوقي كان بيقول إنه أنا بزعل من فريد شوقي جداً لأنه هو بيصدق كل اللي بيتقال عليه وكنت بزعل من فنان عماد حمدي جداً لأنه هو كان دايماً بيتكلم كتير أثناء البروفات وكان بيخرجني من تكمس الشخصية طيب نروح تاني الفيلم الأرض والدور الكبير أوي اللي قدمه الفنان محمود الميليجي في فيلم الأرض ده كان محور تاني في حياة الفنان محمود الميليجي وكان بيقول إنه الناس كانت بتكرهني في الشارع وأنا كنت بسمع ده بنفسي وكنت بسمع الناس بتجتمني لأنه أنا كنت دايماً بقدم أدوار الشر وكنت بقدر أجسدها كان دايماً بيختاره الفنان محمود الميليجي إنه هو يمثل ويجسد أدوار الشر لأنه هو كان موهوب من الدرجة الأولى ما كانش حد بيقدر إنه هو يقدم العمل ده قده أو زيه والفنان محمود الميليجي ليه بعض المشاهد كان بيقدمها بجسمه ويعنيه فقط حتى من ضمن المواقف اللي كانت حصلت في فيلم أنت عمري أثناء التصوير كان بيظهر قدامه الأول مرة نجمة جميلة وفنانة رائعة وكانت قد إيه رقيقة هي الفنانة زبيدة صروت كان في بعض المشاهد بتجمعهم ولكن هي ما قدرتش تكمل قدامه وقاعدت تبكي ونهارت وقالت أنا مش قادرة أكمل مع النجم محمود الميليجي لأنه عنيه بتخوفني وأنا مش قادرة أكمل معاه ولكن تعالوا بقى نشوف الفرق في فيلم الأرض إزاي خدناه من مكان بعيد وخدناه من أعمال الشر ودور الشر اللي إحنا حقيقي صدقناها وصدقنا إنه هي دي شخصيته إزاي قدر يقنعنا إنه هو كان فلاح بسيط فلاح محب الأرض فلاح محب لأهل قريته بيخاف عليهم وكان إنسان مضحي هنا بنعرف قد إيه كان هو إنسان موهوب قدر يقنعك بالشيء وعكسه طيب أنتوا تعرفوا إن الفنان محمود الميليجي سنة 1980 كلف بعمل سياسي ومن رئيس الدولة كان الرئيس محمد أنور السادات كلفه بعمل إنه هو يشتغل نائب في مجلس الشورى الإنسان ده كان محترم جدا جدا النجم ده كان نجم موهوب كان نجم يقدر إنه هو يشتغل أعمال فنية ويقدر كمان يقوم بدوره على أكمل وجه في أعمال سياسية طيب الفنان محمود الميليجي حصل له مواقف كتير زي ما بيحصل في حياة أي إنسان حصلت له ظروف خاصة وحصلت له ظروف مادية حتى من ضمن الظروف اللي كانت حصلت له وهو بيحكيها إنه بيقول عد علي ظرف وكان ما معايش فلوس رحت رايح للفنان النجم برضو اللي لاي كله عنه موهبة الرائع أنور وجدي قلت له إنه أنا مش معايا فلوس وإنه أنا محتاج فلوس ضروري جدا جدا يرد عليه النجم أنور وجدي ويقول له أنا كمان زيك مش معايا فلوس شوف لنا حل يقوم يقتروح على بعض إنه هم يغبطوا عربياتهم ببعض ويروحوا لشركة التأمين وبالفعل حصل ده وخبطوا عربياتهم ببعض وراحوا لشركة التأمين وصرفوا منها تأمين عشان العربيات الفنان محمود المليجي كان له طابح خاص الفنان محمود المليجي كان شخصية مختلفة كان شخصية جميلة جدا جدا في الحقيقة وفي التمثيل كان مهذب جدا جدا وكان رقيق القلب يعني كان في مرة بيقول أنا معدي رايح مكان تاني طالع من الستوديو وكنت عازم صحابي على غدا فروحت لعامل البوفيه جبت له فرخة وقلت له اعملي دي أنا وزمين فأنا معدي بالصدفة وهو بيدبح الفرخة جاله زي دوران أو أغمى عليه من شكل الفرخة وهي بتتدبح هو كان رقيق جدا جدا ولكن دوره كان بينحصر كده لأنه هو كان موهوب وبيقدر يقدم ده بكل سهولة طيب كان بيقول كمان أنه أنا بحب الملوخية بالأرانب وبس مش بقدر أشوف الأرنب وهو بيدبح ده طبعا لأنه هو كان قلبه رقيق جدا جدا هنروح لفيلم أيوب ونهاية النجم محمود المليجي بنهاية تصوير فيلم أيوب كان بعد ما خلصوا تصوير وفي أثناء تصوير آخر لقطات في الفيلم قاعد على الكرسي مع الفنان الجميل عمر الشريف بيشربوا قهوة وبتكلموا في بعض الأمور اللي تخصهم فجأة لقينا أنه الفنان محمود المليجي وهو بيشرب القهوة لقينا رقبته مالت حبة فهم متخيلين أنه هو بيجسد دور أو كان بيتكمس دور هيقدمه في عمل ولكن للأسف كانت وفاته المنية في مكان عمله المكان اللي كان بيحبه جدا جدا اتوفى فيه وده بيعرفنا قديه هو كان مخلص للعمل وكان بيحب عمله مش بس كان بيدور على أنه هو هياخد أجر كبير كان حتى في أحد البرامج كان بيقول أنا بزعل من الممثلين اللي بيعلوا أجرهم وبينشروا ده في الصحف لأن الممثل أول حاجة لازم يعرفها ولازم يدور عليها إزاي هيقدر يتكمس الشخصية وإزاي هيقدر أنه هو يطنع المشاهد بهذا الدور الفنان محمود المليجي نج كبير جدا جدا قدم لنا أعمال كتير جدا جدا مش بس أعمال سينمائية قدم كمان أعمال تلفزيونية وقدم أعمال مصرح الفنان محمود المليجي كان في أحد الأيام ما كانش قادر يدفع أجر شقةه في حي المغربيلين يعني ما كانش قادر يدفع إيجار الشقة وتكسر عليه شهر على شهر حتى صاحب العقار طرده من الشقة وقال له أنا مش هقبل بيك أن أنت تكمل بدون ما تدفع لي الراتب بتاعي يتكسر عليه شهر على شهره بالفعل كانت عنده أزمة مالية في أحد الأيام وبالفعل ساب الشقة وأخذ حكته أخذ لبسه ومشي وساب طبعا عافش الشقة وساب كل الحاجات دي بس بيزعل عليه قوي أهل حتته وبيزعل عليه قوي الناس الجدعة جيرانه واللي كانوا بيحبوه قوي وبيخلوا الشقة دي أنه هي ميسكنش فيها حد عقاب لصاحب العقار يعني كانوا بيعجبوا صاحب العقار وزعلوا أنه هو وزعلوا أنه هو مشى النجم محمود المليجي من شقته وبالفعل حصل ده وما حدش قدر وما حدش قدر أنه هو يسكن الشقة دي بعده طيب شفتوا قد إيه أنه الفنان كان جميل الفنان حصل في حياته ومشاكل كتير جدا جدا حصل في حياته ظروف وهو ما يعني لما حصلت في حياته الظروف دي لما حصل في حياته الظروف دي ما قالش خلاص كده أو أنا حاولته ما قدرتش أو أنا عفرته ما قدرتش لا جرب مرة واتنين وحاول مرة واتنين لحد ما ساب لنا مسيرة جميلة جدا من أعمال مختلفة ومن أدوار مهمة جدا جدا في حيات السينما المصرية أشكركم على حسن المتابعة وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة وحلقة جديدة وإسبوع جديد إن شاء الله بعد العيد ويا رب يكون عيد سعيد علينا وعليك يا رب انتصار عبد السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر